مجزرة بشرية في وضح النهار الضحايا عائلة من ثلاثة أفراد والرابع بين الحياة والموت جريمة ارتكبها نسيب العائلة في ناحية اليوسفية ببغداد بسبب خلافات عائلية والرواية الكاملة على لسان أحد الناجين من العائلة هو عنده مسدس ضرب أخويا ورجع ضرب أخويا الثاني هم وان يرجع ضربني منها فاتت بس تدخت ووقعت ايش عبوها لعبها على الميت طلع قبال لما طلع قبال لحق عليه أبويا هنا بالباب في السيارة فتح الباب ضرب أبويا أبويا سوى وقف ضرب أبويا وضرب شسمه ومي بصفة القاتل قتل العائلة وأدخل الرعب عند أهالي ناحية اليوسفية الأوضاع مقلق في الناحية بسبب ما حصل وما قد ينجم عنه أما عائلة الضحايا فتطالب بأعدام القاتل نحن نطالب قوات الأمنية تلقي القبض عليه وتيجي تعدمه بهذا المكان نفسه ونطلب من الدولة المساعدة وبنفس الوقت ريد تساعدنا بأنه هم نتوجه لهناك المكان المكان المجرم القاتل وبنفس الوقت ريد من القضاء أن تأخذ مجراها بصورة صحيحة ما يثير القلق أن القاتل ما يزال هارب ما يعني أن الحادث قد لا تنتهي عند هذا الحد فيما تواصل القوات الأمنية التحقيق في القضية والبحث عن القاتل لإلقاء القبض عليه قبل حدوث تطورات أخطر بين الطرفين من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير